سلام عليكم. اول حضراتكم ايه? اه بنعتزر عن القطاع اللي كان الفترة اللي فاتت. اه بسبب ظروف. اه هنبدأ ان شاء الله النهاردة المحاضرة رقم سبعتاشر مع بعض والخمسة في شرح برنامج الاكسل. تمام. الصوت واضح بوصل للناس. ايه تماما. تماما. اه بداية كده في كزا حد سألني على ازاي فك اله اللي ملف اكسل تمام. اه هو ملهوش غير اه طريقة واحدة بس. في كزا طريقة بس احنا بنفضل طريقة واحدة اللي هي بتاعة برنامج اسمه الباز بير. هذي رابطة بتشغيل بتاع البرنامج هنضغط عليه. دي واجهة العمل بتاعة البرنامج اللي اسمه الباز بير فور اكسل. تمام? اول حاج اول حاجة اختار اختار حاجة اسمها طيب. بعد كده اختار حاجة اسمها سيليكت افايل. تعالوا كده نجرب مسلا نعمل لشيت اكسل. احنا قلنا ازاي نعمل باسورد من فايل. بعد كده اختار انفو. واختار بعد كده بروتكت وورك بوك. واختار انكريبت وز باسورد. انا كتبت الباسورد اهو. تمام? روح تغفلت الشيت. طيب. انا عزيزة افتح الشيت بس انا مش فاكر الباسورد بتاع الشيت. هعمل ايه فيه? هروح على برنامج اسمه الباز بير. وزي ما قلنا الخطوات اول حاجة هختارها اسمها بعد كده من سيليكت افايل. هروح اختار الشيت اللي عايز افتح الباسورد بتاعه. ومن هنا احدد طريقة مسلا اختار التالية التانية. وادوس على في الحالة دي طلب مني طلب ان عايز ايميل وعايز الكود. فلازم لازم البرنامج نفسه يتفعل ياما اشتريه. طيب. نجد نجرب اول واحد اللي هو الكمبيتشن اتاك. اه دي شوية معلومات عن الملف بيقول اه اللي هو الباسورد نفسه لو تفتكر كان طوله قد ايه? يعني كان ارقام ولا رموز ولا حروف ولا ايه بالزبط. عدله مسلا الارقام والرموز اللي عندك مسلا كان اتناشر رمز. طب من كام لكام مسلا. او ممكن تعمل له اي دونت نو. انا مش عارف. دوس على نيكست. هكتب هنا البرفكس اند آآ بقعد املك كل الخنات دي. في الاخر بدوس على نيكست. بس الطريقة دي متعبة شوية معي. صعبة. اسألها ان انا بختار من اول ما تفتح عند الواجهة. اختار حاجة اسمها ريموف. من ريموف اختار حاجة اسمها سليكتا فايل. حدد الفايل اللي عنده اهو. فايل ده. وادوس على اوكي. ادوس على اوكي. اه هو انا عندي مشكلة ان انا البرنامج نفسه آآ لما تقريبا بيكمل عندك آآ اربعة وعشرين ساعة التفعيل بتاعه بيروف. فانا هلغي تسطيب البرنامج. هلغي التسطيب بتاع البرنامج من عندي واستطابه تاني. هيديني سماحية لمدة يوم. لمدة يوم. واختار حاجة اسمها ريموف من هنا. واروح احدد سليكتا فايل. احدد الفايل اللي انا عايز افك الباسورد بتاعه. واختار ريموف. هشتغل معي على طول. اما هنا ليه ظاهر معي كده? لان انا لما جيت سطبت البرنامج نفسه الاسمه بيديني مهلة لمدة اربعة وعشرين ساعة واتماشر ساعة على ما اتذكر. وبعد كده بتشتري البرنامج نفسه. آآ تقريبا برضو الشارة بتاع البرنامج مش غالي يعني. يعني مش معدل عشرة دولار. بس آآ لمدة تقريبا آآ شهرة او تلاتة مش فاكر. ولو عايز تشتري لمدة سنة ما فيش اي مشكلة. تمام? فانا لما باجي هدوس على هيتفعل معي على طول. لكن انا علشان حطه ليه اكتر من اربعة ايام فالبرنامج نفسه مش متفعل معي. ولازم الغي تثبيته واشغله تاني. طيب. فرضا انا كتبت جوها مسلا ارقام كتبت اي حاجة. ورحت على منشيت اخترت بلوتيك تشيت ورحت اكتبت البصورت. فالملف مبعوط ليه. لما اجي اعدل مشاردة اتعدل معي. ملف مبعوط ليه بالطريقة دي. وعايز افك البصور ده انا ابتدي اعدل عليه. حلو ايه? حلو ان انا بروح على قائمة اسمها تمام? ولو مش موجودة عندي القائمة دي بروح على قائمة بعد كده بعد كده ادفانسد. لا انا اقسد بعد كده اللي هو الاسم. بروح احدد عليه علامة صح من قائمة المريدة عند هنا. من طيب. بروح على تمام? واختار حاسمها البجول بيزيك. ففتح معي صفحة زي دي. الصفحة دي خاصة بلغة برمولور. انا مش هستعمل فيها اي حاجة غير قائمة من فوق. قائمة واختار وحط هنا الكود. ايه هو الكود? هادي الكود. اروح احدد الكود زي ما هو كده. اخده كوبي. واروح احطه داخل الكود بتاعنا اهو. بعد كده اختار هنا رن. استنى عليه شوية لحد ما اتفعل معي الكود. هو هياخد دوكتي معي عشان اتفعل. هياخد دوكتي معي. تمام? اشتركوا في القناة طيب. الكود حصلت عليه من فين? الكود جبته عن طريق الانترنت. انا عندي الملف بتاع الكود. ابعد لكم الملف دي ولو حابين مسلا تفكوا بسورد لاي شيء. فيش اي مشكلة. ما فيش اي مشكلة. احنا قلنا من قائمة تمام? قائمة وبعد كده الباجو البيزيك. وبعد كده بروح على انسيرت. من شريط القوائم اللي فوق انسيرت. واختار حاجة اسمها ميديول. واروح احط الكود بتاعي هنا. بعد محطات الكود. اروح ادوس على او 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 اف خمسة. بادوس عليها وبسيبها مع نفسيها كده لمدة مثلا دقيقة او اتنين. هتاخد وقت عشان تتفعل. وبعد كده تلاقيها اتفعلت معي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الابتان تمام. قلنا من قائمة بعد كده اختار بعد كده اختار query بعد كده اختار insert اختار اختار ميديول. اروح احط الكود بتاعي هنا. بعد ما بحط الكود بادوس على run. استنى عليه من دجاجة بخمات زقائق هتفعل معي الكود. حد عنده اي مشكلة في الباسورد سواء باسورد بتاع الشيت لو عايز افكه افكه ازاي? والحاجة التانية لو عايز لو معمول باسورد للشيت من الداخل ازاي افكه? تمام? حد عنده اي مشكلة بحد دلوكتي. طب الناس معايا? تمام عدد. هناخد طلت دول دلوكتي تمام? مع بعض. اول دلو دلو اسمها الابر. دلو اسمها ايه? ابر. تعاني جربها كده? يساوي. ابر. وافتح القوس. واروح احدد المص اللي عندي. تمام? واروح اكفر القوس ودوس انتر. في ايه اللي حصل? اللي حصل انه خليه كل الاحرف اللي عندي كابتل. يقبل ابر بيخليه لكل الاحرف اللي عندي كابتل. تاني. مولتي اي سوي. ابر. تاني. مولتي ايه اللي عندي كابتل. طيب. حطها لكم في الملابس هنا وعبعد لكم الملابس برضو. تمام? مولنا الدلو اسمها ايه? ابر? جعل النص بالكامل حروف كابتل. طيب. اللي ير. جعل النص بالكامل حروف السيف نشوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كتبنا اسم زي وعايز اخلي الاحرف كلها عندي كتب اختار ده اللي اسمها العامل يساوي ابر اول ما بفتح القوس فبيقولي تكسل واروح حدو النص اللي عندي واروح اكفل القوس بتاع الدلة وادوس انتا فكده خلي معي كل الاحرف الدلة دي انا بشتغل على النصوص بس جيت برضو تاني اسمي محمد اهو قولت يساوي تحت القوس واروح تحددت النص اللي عندي وقفلت القوس خليك كل الاحرف اللي عندي اسمها طيب لو استعملت الدلة دالتة اسمها الجروب البلق الدلة دي بيتخليلي اول حرف بس كبتل تمام رحت حددت النص دل اللي حصل خليلي اول حرف بس عندي كبتل اشتغل لا اسمع برو بيت دول التلات دوائل اللي عندي فيهم ايا مشكلة حد الان دلت دول دول فيهم ايا مشكلة انا مش اشرح دول تاني المهاردة انا اكتفي بدول بس ده ده في كل الدول اللي شرحناه من حد الان اه ابعطوا لكم مشال الله بعد المحاضرين لا اول الناس معي ولا مش معي طب معلاش بس الناس يقول لي ايه الفرج ما بين التلات دول دول والابر واللوير والبروبر ايه الفرج ما بينهم ايه الفرج ما بين التلات دول دول بالنسبة للراون ولا حطي رقم من عندك مش مشكلة اي رقم. اي رقم. تمام. كويس. حد الان فيش اي مشكلة ان شاء الله في الدول اللي معنا. تمام? فيش اي مشكلة في الدول اللي معنا. تمام? نصرح حاجة جديدة تانية دلوقتي اللي هي ايه? هنعمل مع بعض جدول وانصرف. وهنعمل جدول وانصرف. ازاي يعمل الجدول ده? هنبتدي ننشأ. شيت اكسل جديد. واسميه جدول تدور وانصرف. الناس اخلي بالها لما بتجي تعيد تسمية الملف من بره الصيغة نفسها بتاعت الملف ما تشلهاش. لان لو تشارف الصيغة فالملف نفسه هيتحول لورجة بيضة. وظالما الملف اتحول لورجة بيضة باستحالة تقدر ترجعه تاني ما ما حصل. تمام? جينا فتحنا الشيت بتاع جدول فضول وانصرف. قبل ما بيجي اكتب اي حاجة. الفي لوك اب والاتشي لوك اب واللوك اب هتشرح المحاضرة الجديدة ان شاء الله. لان اه هتشرح معهم برضو دلت دلت الانت ودلت الور برضو. واربطهم بكزا دول. فلازم الدول دي كل لها المرتبطة ببعض تتشرح في محاضرة واحدة. تمام? الفي لوك اب والاتشي لوك اب واللوك اب والانت والور. وفي دل اسمها فالدول دي كلها ان شاء الله هناخد فيهم محاضرة كلها للمحاضرة الجديدة. يعني ممكن خمس دول بس ياخدوا مع المحاضرة. تمام? طيب. اول حاجة قبل ما باجي اكتب اي حاجة بحدد اتجاه الكتابة. عايزو من اليسار لليمين ولا من اليمين لليسار. هروح على واختار شيت رايت توليفت. شيت رايت توليفت. ابتدي اكتب بقى قيامة اللي عندي. حدد اول رقمين واجه اسحب بتاع. ادي عندي عشرين اس. اكتب خليه شوية. امام. ادي اكتب اسامي. عمد. ادي اكتب خليه شوية. شكرا معي. امام. 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 امام امام. نشغل معايا 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 اشتركوا في القناة 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 اللي عندي. طب انا عاز اعرف التاريخ ده في يوم ايه? بعرف عن طريق ده اللي اسمها تيكست. ده اللي اسمها تيكست. اروح بحدد الخلية اللي فيها التاريخ. بحدد الخلية اللي فيها التاريخ. اروح اعمل فصلة. وبعد كده بكتب تلاتة دي ما بين على امتين تنصيص. تلاتة دي ما بين على امتين تنصيص. وضوز انتر. وظهر معي اليوم. علشان اطبق الدلة دي على باقي الخلايا باسحبها من المربع اللونه اخضر من تحت دي واسحب اهو. فكده حدد لي الايام والتاريخ. تمام. في مشكلة مع الناس حد دلوقتي. اكمل الخطوة اللي بعد كده. تمام. اروح اكتب مثلا حرف الحق. اه يعني احضور. وامسكه اصحابه مسلا لحد مسلا تحت. ازاي التسلسل بعمل لسه انا مش لليوم. طب معي خطوة خطوة تاني. انا بكتب اهو التاريخ. اهو. ده التاريخ. تمام? بعد كده بروح اسحب من المربع الاخضر من تحت دي واسحبها. طول ما انت بتسحب التاريخ بيزيد معك. انا عايز اعرف التاريخ دي. التاريخ ده عايز اعرفه في يوم ايه? خطوة خطوة يساوي افتح القوس. واروح احدد الخلية اللي فيها التاريخ. واعمل الفصلة. وما بين على امتين تنصيص. تلاتة دي. ما اكتبش غير تلاتة دي. اكتب تلاتة دي. تمام? هكتب تلاتة دي. ما بين على امتين تنصيص. ادوس انتر. فادي اليوم. واسحبه برضو من المربع الى من تحت ده اللون اخضر. اهو. لكل هالايام. طب. تعالوا كده نجرب. طب انا عايز اعمل للسنة. تلاتة. تلاتة دي معناها اللي هو الدي. طب السنة. لو كتبت مسلا تلاتة واي. هنجرب. انا بجربها معكم الاول مرة. فهو. عمل لك السنة. تلاتة دي اللي هو اليوم. تلاتة واي اللي هو السنة. وهكذا. روحة حدد دي كله. أمطر دي اللي هو الدي. تمام لو جينا عملنا حرف الحهي عن حضور تمام امسك برضو المربع المن تحت ده واسحبه اصحب لتحت او او اعمل الحضور في كل الخلايا اللي عندي او انا بعمل حضور تمام اروح بجي روح او اعمل حرف عند اي حاجة وخلاص اهو احنا حاليا بنعمل ده الحضور وانصرف اهو مش صار ترتبط بحاجة معينة اهو هنا مثلا هنا هنا بن، هنا بن، هنا بن أوعين seus developed الifting ابدا الفوطور، ابدا pillا من مستشفر هنا رين هنا رين هنا رين بس تيراق اي حط رين مسلا رين مسلا رين 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 هنا رين وهنا رين وهنا رين تمام وعكس تبدأ حط رين بقى في اي حال رين اللي هو الرياض رين وعكس الناس تعملها طيب الناس تعملها تمام حد الان الدنيا تمام في اي مشكلة في اي مشكلة لحد الان تمام طيب انا هواقف لحد هنا لحد الساعة ستة هنصلي من المغرب ونرجع تمام لحد الساعة ستة لحد الساعة ستة وهنرجع تاني تمام ترى نكمل اه الناس لو تفتكر اول خطوة عملناها اي اول خطوة عملنا الاسماء تمام بعد كده كتبت اللي هو التاريخ الخطوة التانية والخطوة التالتة عملت دالة الدالة اللي عايز احدد بيها اليوم تمام المغرب قد انا عندي على فكرة وصليته يعني اعرفش قد انا عنديكم وان لسه لا هو لسه بس فيه عشان اختلاف فريق دويد بس طيب اه طيب نكمل ولا ايه طيب هي عموما المحاضرة تنتهي قبل العيشة ان شاء الله يعني اكيد طبعا بازن الله المحاضرة تنتهي الساعة سابعة ان شاء الله فما تخبوش يا كماعة اللي هينتهي قبل العيشة عايز تمام بعد كده عملنا حددنا اليوم دالة اسمها التكست وبعد كده عملنا الحضور والانصراف بطعم طيب انا لو عايز احدد عدد ايام الحضور بحددها من دالة اسمها ايه لو الناس افتكر معي الدالة اسمها ايه اللي بحدد منها ايام الحضور والانصراف انا عايز احدد دلوقتي هو جي كم يوم وغب كم يوم عن طريق دالة اسمها ايه الناس افتكر معي كونت ايه بقى كونت ايه هي بالضبط كون طب كونت ايه بالضبط الهندسة كده بالضبط هذا لو جيت كتابة عدد ايام الحضور تمام برضو تخليها شوية وهنا عدد ايام الانصراف تمام بعدد ايام الحضور وعدد ايام الانصراف عدد ايام الحضور وعدد ايام الانصراف احبائي بعدد ايام الحضور بالضبط ايام الحضور uncertainty بتواحد ان ايام الانصراف وارغب ايام الحضور كاون تيف? كاون تيف? كاون تيف? كاون تيف? كونتيف. واروح افتح القوس. كونتيف. كونتيف. وافتح القوس. واروح احدد اول جزء. قبل ما احدد اهو هرجع تاني. بعد ما دس على كونتيف. تمام? بحدد الايام كلها اهو. تاعة الشخص الاولاني. تمام? انا بحدد اهو. حد اخر يوم. اعمل فصلة. واروح اكتب له ايه? اكتب له حرف الح. انا عايز احدد ايام الحضور. بكتب له حرف الح. ما بين على امتين تنصيص. انا عايز اعد حاجة معينة. بدلة الكون بتعدلي حاجة معينة. اول حاجة بحدد الجزء اللي انا عايز اعده. وبعد كده بروح اكتب الشرط بتاع. انا عايز اعد ايام الحضور. اللي انا اصلا مسميها حق. واروح ادس انتر. فهو. امسك الدلة زي ما هي كده. من المربع الاخضر من تحت. واسحابها حد عند اخر واحد. فكده بيحدد لي. اهو حدد لي. كم يوم حضور كل واحد حضره. طيب الايام الانصراف. هي هي بالزبط بس بدل الحق اختار اللي هو غين. كونت ايف. افتح القص. اروح احدده. مش بحدد حاجة غير ايه? غير اللي هو الحضور والانصراف بتاعه هو الشخص. تمام? وبعد كده اروح احط حرف الغين ما بين عالمتين تنصيص. تمام? اروح اسحب الدلة لتحت. وكده حدد لي كم يوم انصراف. طيب. وكده كم يوم حضور وكم يوم انصراف. وكده قلنا ازاي? عن طريق ده اللي اسمها الكوين تيف. كوين تيف. واروح احدد الجزء بتاع الحضور والانصراف بتاع اول شخص. واروح اكتب له حرف الحه. اروح اكتب له حرف الحه. اللي هو انا عايز اعد ان اه كم يوم حضر. طيب هنا. بدل اللي هو الغياب. طيب. جيت انا مسلا حددت الجزء اللي فيه الحضور والغياب. تمام? ورحت على حي اسمها تمام? اختار حي اسمها سل واختار اكوال تو. اكتب هنا مصلا حرف الغين. حرف الغين. وادوس انتر. فكده حدد لي على الايام. اللي هو كان فيها. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. تمام? اعمل اثاني الخطوة دي. بحدد كل في الحضور والغياب. واروح على كونديشنال فورماتينج. واختار هايلايت. سل رولز. واختار اكوال تو. واكتب هنا الغين. احدد من هنا اي لون انا عايزه. لانا اروح على custom format. ومن fill بختار اي لون انا عايزه. اهو. فيه الوان تاني. دي كلها الوان. كتير. بس فانا خليته باللون الاحمر ودست اوكي. فكده عمال لي على الغياب. طيب اعيد الغياب الحضور بتاعي بالزبط. انت اصدق على اللي هو العدد ايام الحضور والانصراف. الدولة. كونت ايف دعم بسا كونت ايف. تمام حاضر. ما هو الحاجة الوحيدة اللي اخدناها من بعد البريك ان احنا عملنا دالة كونت ايف. انا عايز اعرف الشخص الاولاني داية. تمام. عايز اعرف عدد ايام الحضور بتاعته وعدد ايام الغياب. عشان اعرف ايام الحضور بعمل يساوي كونت. ده اللي اسمها الكونت ايف. الدالة اسمها الكونت ايف. واروح افتح القوس. تمام? وبحدد كل الخلاق اللي فيها الحضور الغياب بتاعت اول شخص. بتاعت اول شخص بس. تمام? وبعد كده بعمل فصلة واروح احدد الكريتيريا اللي عندي. انا عايز احسب عدد ايام الحضور فاكتب له اف. واروح بعد كده اكفل القوس بتاع الدالة. فدي دالة الكونت ايف. نفس ما انا عملت في الكونت ايف. هعمل برضو في عدد ايام الانصراف. هعمل برضو كونت ايف. بس بدل من مكتب ها. هكتب غينة. لان انا عايز احدد له عدد ايام الغياب. عن طريق ده اللي اسمها كونت ايف. تمام? بعد كده روحت احددت التيبل كله. الجدول كله. اللي في الحضور للغياب. واخترت حاجة اسمها تنسيق شرطي. واروح على حاجة اسمها يلايت. واختار اكواب. هقول له انا عايز اعمل تزليل على الخلايا اللي هي عليها الغياب. اكتب حرف الغياب. اكتب حرف الغياب. ومن هنا بحدد اللون بتاع الخلايا. وبعد كده بادوس على انتر. تمام اخر حتى اللي هي هندسة انا مالاش. هندس سليمان اخر حتى اللي هي تمام. حد هنا تمام. اروح بعد كده بحدد اهو الجزد ده كله او لا واروح احدد معايا الايام. حدد الايام. حدد الايام مع الحضور والانصراف. واروح على واختار حاجة اسمها بعد ما اختار اختار اختيار عند اللي هو ايوز افرمولا تو دي ترمين ويتش سيلز تو فرمات. اروح من هنا. على الشي قبل التحديد. قبل التحديد. بروح على واختار نيو رول. باختار يوز افرمولا تو دي ترمين. وبقى هنا اروح احدد اللي انا حددته الاول. حدد كل ده. اول هنا. تمام? اهو. بالحضور الغياب. وبحدد اليوم كمان معايا. طيب. عالش انا مش هحدد اليوم. عالش انا قسف. انا بحدد حدد الايام اللي عندي. اهو الايام. حددت الايام. اه بس في مشكلة عندي مش عالفها فين. قلت ايه اشي انت دي. بس انا لحظات كده اجرب حاجة بس. نقول ان حددنا اليوم. اهو. بالحضور والانصراف بتاعه. روحت على واخترت حاجة اسمها انا عايز اعمل تصليل على يوم دي ومعه بس. فاختار يوز افرمولا. فاكتب هنا. اهو روح هنا هحدد. احنا كنا بنحدد الايام. اهو الغيب دي. بمعنش لحظات الناس خليكم معايا بس لحظات. لحظة بس. بعتذر الناس. تمام. نعرف تحلل المشكلة فين? المشكلة اه ان احنا ما حددناش اليوم برضو من فوق. الا التاريخ اصدر. فبحدد التاريخ. تمام? بروح على واختار ومن اختار اخر اختيار عندي. وهنا هختار اول يوم موجود عندي في التاريخ. اول يوم. اللي هو عندي يوم ايه? يوم الجمعة. ناسف يوم الجمعة. وبشيل علامة الدولار دي. بروح اعمل يساوي. وهكتب الاسم بتاع اللي انا عايز اعمل عليه تظليل اللي هو الجمعة. اللي هو اف ار اي فراي دي. وادوس على اوكي. كنا بحدد اول واحد. اعرفش المشكلة من فين? اهو. وبشيل علامة الدولار. تمام? بعد كده روح اكتب اف ار اي. واروح على فورمات. من فين اللي هختار اللون مسلا الاحمر. وادوس على اوكي. وادوس اوكي. فين اللي حصل? عمل لي تظليل على لون الجمعة. باللون الاحمر. معنى كده ان يوم الجمعة اجازة. معنى كده ان يوم الجمعة اجازة. نعملها تاني. نعملها تاني. تمام. انا عاز اخلي يوم الجمعة عليه تظليل باللون الاحمر. معناها ان اليوم دي اجازة. واروح بحدد الجدول كله من اول التاريخ. من اول التاريخ. واروح على حاجة اسمها التنسيق الشرطي. واختار حاجة اسمها نيو رول. ومن نيو رول هاختار اخر اختيار عندي اللي هو في الجزء المربع ده هروح احدد اول يوم عندي. مش لازم الجمعة بحدد اول يوم عندي موجود. وبعد كده بشيل علامة الدولار اللي موجودة في الاول. وبعد اللي اتنين اعمل يساوي. واكتب اسم اليوم اللي عايز اعمل عليه تظليل. وبعد كده من فرمات بختار اللون اللي انا عايزه. لو قلت له احمر. وادوس على اوكي. شايفين هنا باللون الاحمر. دست على اوكي. فعمل لي تظليل على يوم الجمعة. كل يوم جمعة. اهو. شايفين? تمام. طيب. حد هنا تمام? ولا عدة تاني. حد هنا اعيدها. طيب. الناس سمشي معي خطوة خطوة. شايفين التاريخ اللي عندي اول تاريخ عندي. بمسك التاريخ وبحدد كل الجدول اللي عندي. بالحضور بتاعه. حضور والغياب. هبعد عن اللي هو وعدد ايام الحضور والانصراف. وهبعد عن المسلسل والاسماء. باول خطوة بحدد الجدول كل اللي عندي. اللي هو التاريخ وتحت اليوم وتحت الحضور والغياب. تمام? بعد كده بروح لحاس ما او بالعربي اسمه التنسيق الشرطي. التنسيق الشرطي. بروح اللي حاسمها اللي هو قاعدة جديدة تحت الايكون ستس. هختار نيو رول. حلو كده? بعد ما بختار نيو رول هتظهر معي قائمة اسمها نيو فرماتينج رول. بختار اخر اختيار عندي. اخر اختيار عندي. اللي هو استخدام دلة لاجاد اي خلية اه عايز اعمل لها فرمات او اي خلية اللي هشتغل عليها تنسيقات. اختار يوز افرمولا تود ترماين وتش سيلز تو اروح احدد اللي هو المربع دية. واروح بعد كده ادور على اول يوم عندي احدد اول يوم. احدد اول يوم بس. وبعد ما حددت اول يوم باجي اشي علامة الدولار من عندي. اول علامة الدولار بشيلها. تمام? وبعد ما خلص بعد الدلة باكتب يساوي. واروح احطي اليوم اللي عايز اعمله تظليل ما بين علامتين تنسيس. مسلا فراي دي. طيب هنا لون ابيض. لأ انا عايز لون تاني من فرمات. واختار اللون الاحمر. او اي لون عندي. وادوس على اوكي. وادوس اوكي. فكده عمل لي تصليل على يوم الجمعة. وصلت ولا لسه? هعيدها تاني الاخر مرة. تمام? بحدد كل الجدول اللي عندي اللي هو التاريخ واليوم والحضور والغياب معادة الاسم طبعا المسلسل وعدد ايام الحضور وعدد ايام الانصراف. فبحدد الجدول كله معادة دول. تمام? فانا بحدد التاريخ واليوم والحضور والغياب. واروح على واختار 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 اخر اختار عندي اللي هو وروح اضغط على المربع اللي عندي ده. واحدد اول يوم موجود عندي. اول يوم اللي هو الفراي دي. اروح اشيل علامة الدولار المكتوبة في الاول. وروح بعد كده اعمل يساوي. واكتب اليوم اللي عايز اعمل تظليل عليه. وباختار من فورمات هنا اللون اي لون هختاره. ودوس على اوكي. بعد كده اوكي. معادلة ايه? شمه اندس احمد ابو العينين ان حضراتك تقصد معادلة ايه? شمه اندس احمد? حضراتك تقصد معادلة ايه? معنا بحدد اول حاجة دي ده اللي عندي. بحدد. حددت كل التيبل اللي عندي وروحت على بعد ما بختار بعد ما بختار بعد ما بختار اخر اختيار عندي. اللي هو واروح اضغط على المستطيل اللي عندي واحدد اول يوم. اشيل علامة الدولار من اول اليوم. وبعد كده اعمل يساوي. واروح اكتب اسمي اليوم ما بين على امتين تنصيص. اليوم اللي عايز اعمل له تزليل. وعلى اه ادوس على فرمات ومن فل لفوج هختار اللون اي لون عندي اختار انا اخترت الاحمر. وعمل لي تزليل على اللون الاحمر. هتكون موجودة في قائمة قائمة اللي هي الصفحة الرئيسية. الصفحة الرئيسية. بعد كده اللي هو الستايلز. الستايلات او او الاشكال. اه هختار حاجة منها اسمه تنسيق شرطي. تنسيق شرطي. تنسيق شرطي. وبعد كده باختار قاعدة جديدة. اللي هو وبعد كده باختار استخدام دلة لايجاد اي خلية مش عارف مكتوب عندك ايه بالعربي. بس باختار اخر اختيار عندي. وداخل المستطيل اروح احدد اول يوم عندي وابتدي اكتب اللي انا عايزه. تمام? حاجة بعد كده في مكان فاضي من بره. هروح اكتب. ها? اللي هو حضور. وغين اللي هو الغياب. هروح احدد كل الحضور الغياب اللي عندي اهو كل تمام? وباروح على على داتا هروح على كتاب بيانات او داتا واختار من ادوات البيانات حاجة اسمها بعد كده من الالو هاختار حاجة اسمها في الصورتس هنا هروح احدد الاتنين اللي عندي الها والغين. لو دست على اوكي. ولو روح تجنب كل خلية بيزهر معي سهم صغير. السهم ده او او غين. بغير زي ما انا عايز منه اهو. او غين. تمام? بعد تنسيق شرطي هاختار حاجة اسمها قاعدة جديدة. قاعدة جديدة. اللي هو تحت الايكون اللي الايكونات دية تحتها. في حاجة اسمها قاعدة جديدة. ومن القاعدة الجديدة هاختار اخر اختيار عندي. اخر حاجة موجودة عندي. اخر حاجة موجودة عندي. تمام? وبعد كده احدد المستطيل دي واروح احدد اول يوم. تمام? اول يوم موجود عندي. واشيل علامة الدولار من اول يوم. وروح اعمل يساوي. وروح اكتب له اليوم اللي عايز اعمل له تظليل ما بين علامتين تنسيس. وادوس على فورمات وبختار اللون اللي انا عايزه. وادوس بعد كده اوكي ثم اوكي. لازم اعمل علامتين التنسيس. لازم اعملها. لازم امشي بكل الخطوة يا ريت الناس سمشي بكل الخطوات اللي انا ماشي بيها. تمام? بعد ما بحدد. لازم احدد الجزء الاولان اللي في الحضور والغياب وبحدد ومنساش ان انا احدد معايا برضو التاريخ واليوم. لازم احددهم. واروح على واختار ومن اخر اختيار عندي. تمام? اختار اخر اختيار عندي اللي هو تمام? واروح احدد المستطيل. اروح احدد بعد كده اول يوم موجود عندي. بعد كده هشيل علامة الدولار. بعد اول علامة الدولار موجودة عندي هشيلها. وبعد كده اعمل يساوي. واحط اليوم اللي عايز اعمله تزليل ما بين علامتين تنصيس. لو نسيت خطوة واحدة من اللي احنا عملناهم مش هيعمل معي. طيب لو دست اوكي مش هعمل معي ليه? لان انا اصلا هنا مش محدد له لون. لازم حدد له لون من فرمات. وباختار اللون اللي انا عايزه. بس. طيب. بعد الخطوة دي باروح في مكان فاضي برا اكتب حرف الحا والغين. بروح اكتب حرف الحا والغين. تمام? لا لا تمام. بروح احدد بعد كده. الحا والغين او الحضور والغياب اللي عندي. وباروح على تاب اسمه داتا. اللي هو بيانات. واختار منه داتا فليديشن. بعد داتا فليديشن هختار من اللو. هختار حاجة اسمها اللي هو قائمة. باول حاجة بكتب من برا الحا والغين. بروح احدد الحا والغين او الحضور والغياب الموجود عندي. في التيبل. وباروح على داتا اللي هو بيانات. واختار منها داتا فليديشن. او هلاقيها من تحت ادوات البيانات. هختار من اللو حاجة اسمها وهاجي في الصرس تحت احدده. اروح احدد حرف الحا والغين اللي حددته من برا. وادوس على اوكي. لما باجي اجف على اي خلية هلاقي ايه? في سهن ناحية اليسار. اضغط عليه بيقول لي حا او غين. حا او غين. على فكرة دي يعتبر نفس استخدام ده اللي تلفيه لك اب. بنفس الطريقة كده. تمام? تعمل لي قائمة. اهو. تمام. كده? انا بالنسبة لي جدوى الحضور والانصراف خلص. حد عنده اي سؤال او استفسار بخصوص جدوى الحضور والانصراف? حد عايزني اعيد حاجة? اشتركوا في القناة. طيب. اظل الحرف الغين ازاي? اروح احدد الحهو الغين كل الموجودين عندي. تمام? واروح على واختار اول اختار عندي اللي هو تسليط الضوء. على الخلايا اللي هو سل. واختار اكوال تو. واروح اكتب هنا اسم الخليل اللي عايز اعمل لها تسليل اللي هو حرف الغين. وبعد كده من الوز هختار اللوم. تمام? وبعد كده بادوس على اوكي. طيب. اخر جزء عندي بقى. اعمله ازاي? تاني. باجي في مكان فادي برا. بكتب حرف الحهو الغين. حرف الحهو الغين. اللي هو عايز احطه في القائمة. تمام? بعد كده بروح من الموجود عندي بحدد كل الحضور والغياب الموجودين عندي. اهو. اهو الغين. واروح على تاب اسمه داتا او بيانات. واختار حاجة اسم من داتا تولز ادوات البيانات. اختار داتا باليديشن. بعد كده من قال له اختار حاجة اسمها لستا. انا عايز اعمل قائمة. وفي الصورس هنا اروح احدد الاتنين اللي عايز اعمل عليهم قائمة. اللي هو الحه والغين. او اللي عايز احطهم داخل القائمة. واروح ادوس على اوكي. لما باجي اروح اجف عند اي خلية. هلاجي اعمل السهم من ناحية اليسار. بحاخد منه الحه او غين زي ما انا عايز. حضور او غياب زي ما انا قائمة. عايز امام؟ عايز امام. اعمام؟ اجه. احطون او صالتاني؟ احطان دو صالتاني؟ احطان دو صالتاني؟ احطان دو صالتاني؟ احنا قلنا ازاي نخليه باللون الغياب ازاي نخليه باللون الاحمر الغياب ازاي بخليه باللون الاحمر بحدد الحضور والغياب اللي عندي بحددهم كلهم بحددهم كلهم وبروح على حاجة اسمها الناس اللي عندها بالعربي او تنسيق شرطي بص معي على اشكال نفسها او تنسيق شرطي بالعربي وبعد كده بختار اختار اول اختيار عندي ومن هايلائت هختار يساوي او اكوال تو يجبع بحدد الحضور والغياب وبروح على وبختار او بختار عندي اللي هو هايلائت ومنه هختار اكوال تو بكتب في الخلية اللي عندي اسم الخلية بكتب في المستطيع اللي عندي اسم الخلية اللي عايز اعمل لها تظليل هكتب غين ومن هنا بختار اللون اللي ما عايزه اخدر اصفر زي ما انا عايز طب مش هجيبنا اي لون الوان دية من ومن بختار اي لون تاني موجود عندي طيب ان ده سا حاول تمشي معايا بالا يعني طالما العربي مش واصل معاك او اللي عندك عربي تمشي معايا بالشكل نفسه او هنا بالعربي اللي هو تنصيق شرطي اسمه تنصيق شرط هتلاقيه في البرنامج تمام هنا نيرول هتلاقيه اسمه قاعدة جديدة وبعد كده بختار اخر اختيار عندي اي اختيار موجود عندك اخر اختيار بختاره تمام ومن المستطيع اللي عندي بروح احدد اول يوم وبعد كده بكتب بعمل الخطوات اللي احنا قلنا عليها تظليل يوم الجمعة عشان اظل اليوم الجمعة بس اروح احدد التاريخ واليوم والحضور والغياب لكل التيبل اللي عندي اهو تمام وبعد كده من او تنصيق شرطي هاختار قاعدة جديدة وباختار اخر اختيار عندي اللي هو اللي هو استخدام ده اللي لايجاد اي خلية محتاجة تنصيق وروح احدد المستطيل دا اضغط على المستطيل داخل المستطيل دا روح احدد على الاول يوم موجود عندي اول يوم هشيل اول علامة موجودة عندي علامة الدولار وبعد كده بعمل يساوي وبكتب اسم اليوم اللي عايز اعمل له تظليل وبعد كده هاختار فورمات وباختار اللون اللي عايز احطه داخل التظليل وادوس على اوكي وبعد كده اوكي شيل اول علامة بس انت هنجي نقف حلقة تمام بحدد اول لازم اكون واجف هنا حددها بشيل اول علامة دولار باروح اجف بعديها واشيلها من باكس بيس من الكيبورد دا اه الداة فليديشن هندسها هتلاقيها في تاب اسمه داتا ادور عليها هتلاقي في حاجة اسمها داتا فليديشن من تاب اسمه داتا ازاي مش موجود الناس تدور كويس في تاب داتا اتلاقي في حاجة اسمها داتا باليديشن الناس تدور كويس معايش. حندسة انا خلصت انا خلصت بعد التنسيق الشرطي بعد التنسيق الشرطي باختار حاجة اسمها قاعدة جديدة وبعد كده باختار اخر اختيار موجود عندي اخر اختيار موجود عندي ودي المستطيل ده حدده وباختار اول يوم اول يوم موجود عندي في الحضور والغياب اروح اشيل اول علامة اللي هي علامة الدولار وبعد كده بعمل يساوي وحط اليوم اللي عايز اعمل له تزليل ما بين علامتين تنسيس من شفتة اللي هي علامة التنسيس. وادوس على فرمات وباختار اللون اللي انا عايزه وادوس او كي او تنسيق وادوس على او كي. قاعدة جديدة غير موجودة. ازاي باردو. طيب الاصدار نفسه الفين وكام? الفين وكام? علشان قاعدة جديدة او نيورول هندسة من بعد الايكون. شوف القائمة اللي فيها الايكون عندك. بعدها على طول في حيث اسمها نيورول. موجودة في الفين وعشرة والفين وطلعتاشر والفين وستاشر والفين وتسعتاشر. تمام? وزي ما قلنا الداة هجيب منها حاجة اسمها داتا بليديشن. داتا بليديشن. حاول في يوم هندسة ولو كده انا اكلمني على الواتساب. احاول معك في يوم ان شاء الله. اي شباب موجود. ازاي مش موجود في الفين وطلعتاشر. طيب من تاب ممكن ما نلوغوش في الداة طولز عادي. دوروا في اي مكان تاني هتلاقوا في حاجة اسمها بصوا على الرمز بتاع بس موجود في الفين وعشرة. وموجود في الفين وطلعتاشر والفين وستاشر وتسعتاشر. تمام? اش مهندس سليمان? آآ لايتو موجود فين? موجود فين عندك? تمام? علش الناس تبصوا كويس في تاب داتا? هتلاقي الداة موجود. تمام? اللي عنده اي مشكلة يبعتها على الجروب. وانا هشوفها له. اما يبعتها لي على وبرده هحاول معاه فيها ان شاء الله. بس الناس تركز في داتا في تاب داتا هتلاقوها موجود في داتا فليديشن. تمام? تمام. تمام عندك ستفضل انا كده خلصت محاضرة النهاردة. تمام اشمان ستفضل. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام وعليكم الله ورداتي. اه معيش هندس حاجة اخيرة بس. وانا كده بالنسبة لي اعتبر الاكسل اللي خلص. تمام? اه بس اه زي ما قلنا المحاضرة الجاية ان شاء الله هنشرح اللي هو واللوك اوب واللوك اوب والاند والور. وبين و هنشرح برضو المكرو. تمام? اه. بعد ما هنشرح الحالات دول كده بالنسبة لي الاكسل اللي خلص. فاللي عنده اي حاجة حاببا ان هي تتشرح في الاكسل يريد تبعتها على الجروب وهجهزها ان شاء الله لكم و هنشرح حركم المحاضرة الجاية. اللي عنده اي حاجة حاببا ان هي تتشرح في الاكسل عشان بالنسبة لي اكسل خلص. توسعها بالاكسل. احنا على فكرة توسعنا خالص في الاكسل يعني احنا الحد الان واخدين تسعة وعشرين محاضرة. تسعة وعشرين محاضرة انا آسف. تسعة وعشرين معادلة في الاكسل. المعادلات الاساسية في الاكسل هم من عشرة بس. تمام? فالناس تشوف الحياة اللي هي حبها الناس تتشرح في الاكسل وتبعتها لي قبل محاضرة بكرة. وانا هجهزها ان شاء الله. وابعتها لكم. بسمات البيانات شرحناها. شرحناها اول محاضرتين. الناس لو تركز في المحاضرات هتلاقيها الناس شرحت. الصورة برضو شرحتها. الفلتر شرحتها برضو. ماشي انت محتاجش تفاصيل اكتر من كده اي تاني. واللي برضو التفاصيل اللي انت محتاجها او او اي داتة انت محتاجها لنها تتشرح. تماما ونشرح. مفيش اي مشكلة. مش مهندس بس ممكن ننزل لكم فورم. الفورم دي هتسلموا فيها. اللي انت عملته في المحاضرة النهاردة. بجانب. نعم يا عندسة? ده الفورم هو مفتوح لحد بكرة ان شاء الله. عشان الناس اللي هتحتر متأخر تعرف تسجل برهادة. تمام فيش مشكلة. بجانب احنا ممكن نضفلهم في الفورم اللي هما الحالات اللي اللي حابينها تتشرح في الكسيل. تمام? تمام ممكن نكتبوها في الفورم بتاع تسجيل البدور. تمام فيش مشكلة. في خانة موجودة فيها ممكن نكتبو فيها واحنا هننبعها يعني. تمام ما فيش مشكلة. اه بجانب اه المعادلات احنا نستمر فيها برضو يعني. يعني انا حتى لو دخلت على برنامج جديد. قبل ما ابدأ في اي برنامج هنشرح معادلات. كل يوم هنشرح معادلات غير التانية. تمام? تمام. فانا كده النهاردة تمام. فبعتزل للناس اولا عن اه المحاضرة اللي فاتت. وان شاء الله معادنا بكرة الساعة خمسة.